موسيقى أهلاً ومرحباً بك صديق المشاهد في لقاء جديد مع برنامجنا الإسبوعي قصة الكنيسة وفي الأسبوع الماضي انتهينا إلى القبض على بولس وهو في الهيكل أمسكوه بعنف قروه خارج الهيكل وهنا تدخل حراس الهيكل وأغلقوا الأبواب وأصبح بولس بعد ذلك مباشرة في يد الرمان وده اللي بنيراه في سفر الأعمال أصحاح 21 من آية 31 إلى آية 36 وبينما هم يطلبون أن يقتلوه نمى خبر إلى أمير الكتيبة أن أورشليمة كلها قد اضطربت فللوقت أخذ عسكراً وقواد مئات ورقض إليهم فلما رأوا الأمير والعسكر كفوا عن ضرب بولس حينئذ اقترب الأمير وأمسكه وأمر أن يقيد بسلسلتين وطفق يستخبر ترى من يكون وماذا فعل وكان البعض يصرخون بشيء والبعض بشيء آخر في الجمع ولما لم يقدر أن يعلم اليقين لسبب الشغب أمر أن يذهب به إلى المعسكر ولما صار على الدرجي اتفق أن العسكر حمله بسبب عنف الجمع لأن جمهور الشعب كانوا يتبعونه صارخين خذهه واضح أنه هدف الجموع الغاضبة هو قتل بولس وكان من حقهم حسب القانون الروماني أن يقتلوا تروثيموس لكنه لم يكن موجود وبينما هم يضربون بولس وصل الخبر لأمير الكتيبة فأتى مسرعا ومعاه عدد كبير من الجنود وقادة مئات توقف الجمع عن ضرب بولس وأمر الأمير أن يقيد بولس بسلسلتين ويمكن ده تحقيق لما قالوا أغابوس النبي قبل كده في آية 11 من هذا الأصحاح حاول الأمير أن يعرف من هو بولس وماذا فعل لكن بسبب الشغب لم يستطيع وبالتالي أخذوه إلى المعسكر وحملوا الجنود في الطريق من ساحة الهيكل إلى المعسكر واستمرت الجماهير في غضبهم وهم يصرخون لأجل قتله خزه الغريب أنها نفس ما كان يطلبه الشعب اليسوع في لؤى 23 آية 18 فصرخوا بجملتهم قائلين خذ هذا واطلق لنا باراباس من هنا بدأت نوع من المحاكمة أمام المجمع وبدأ بولس بالدفاع عن نفسه عرف طبعا أن الأمير كوليديوس لسياس المسؤول الآن عن هذه المحاكمة عرف بالأمانة والعدل وظهر هذا في إدارته لهذا الموقف فلم يأخذ برأي الجماهير بدون فحص الشكوى وكان لابد أن يلتقي ببولس وده اللي بنشوفه في الآيات 37 إلى 40 حيث لقاء الأمير ببولس وإسقار بابولس أن يدخل المعسكر قال للأمير أيجوز لي أن أقول شيئا فقال أتعرف اليونانية أفلست أنت المصري الذي صنع قبل هذه الأيام فتنة وأخرج إلى البرية أربعة الآلاف الرجل من القتلة فقال بولس وهو ينفي طبعا هذا الكلام أنا رجل يهودي ترصوسي من أهل مدينة غير دانية من كيليكية وألتمس منك أن تأذى لي أن أكلم الشعب فلما أذن له وقف بولس على الدرج وأشار بيده إلى الشعب فصار سكوت عظيم لما بولس شاف نفسه قريب من الأمير وبعيد عن الزحام كلمه باليونانية علشان يأذى لي بالكلام والأمير اندهش أن بولس بيتكلم اليونانية لاعتقاده أنه هو المصري اللي ادعى النبوة من ثلاث سنوات مضت بحسب رواية يوسيفس المؤرخ اليهودي وصل أتباعه هذا المصري إلى تلاتين ألف رجل وأخذهم إلى جبل الزيتون ووعدهم أنه سيأمر أصوار أوروشاليم لتسقط وحينئذ يسود أتباعه على المدينة وينزع السلطة الرومانية عنها لكن الوالي فيليكس خرج بجيش وواجه هذا المصري وأتباعه وهزمهم هزيمة شديدة واختفى قائدهم وظن الأمير أن المصري عاد من جديد في شخص بولس طبعا نفى بولس عن نفسه هذا الاعتقاد عند الأمير وأكد أنه ولد من عائلة يهودية في المدينة العظيمة ترصوص المعروفة بغناها المادي ومعاهدها العلمية المتميزة وبعدين طلب الرسول بولس من الأمير أن يعطى الفرصة علشان يكلم اليهود الغاضبين بالطبع هو يأمل أنه يقنعهم ببرأته مما اتهموه ويقدم ليهم في هذا الحوار رسالة الإنجيل الأمير قبل طلب الرسول بولس وأشار بيده الرسول بولس فساكت الجميع وبدأ يحدثهم باللغة الأرامية وهي لغة الشعب العمية وقال كده أصاح 22 وآية 21 أيها الرجال الإخوة والآباء اسمعوا احتجاجي الآن لديكم فلما سمعوا أنه ينادي لهم باللغة العبرانية أعطوا سكوتا أحرى بدأ دفاعه بنداء طيب أيها الرجال والآباء وده نفس الكلمات اللي بدأ بيها استفانوس خطابه لمجمع السنهدريم في أصاح 7 وآية 22 ودي صيغة تعبر عن المودة والأخوة والاحترام ولأنهم كانوا يتوقعوا أنه هو يخاطفهم باليونانية أنصتوا أكثر إذ كان يكلمهم بلغتهم الأرامية وصار في دفاعه وهو يروي أهم مراحل حياته فاتكلم في آية 3 و 4 عن ماضيه ونشأته وقال هذا الكلام أنا رجل يهودي ولدت في ترسوس كيليكية ولكن ربيت في هذه المدينة مؤدبا عند رجلي غمال إيل على تحقيق الناموس الأبوي وكنت غيورا لله كما أنتم جميعكم اليوم واتهطوا هذا الطريق حتى الموت مقيدا ومسلما إلى السجون رجالا ونساء الرسول بولس هنا بيأكد على يهوديته بالميلاد وبالنشأة أيضا بيؤكد على علاقته وغيرته على الناموس اللي تعلمه من واحد من الفريسيين المعروفين وعضوه في مجمع السنهدرين علشان كده كان بيفتخر أنه عبراني من العبرانيين ويمكن قدم نفس الشهادة في رسالة غلطية وهو بيشهد لكنائس غلطية بهذا في غلطية واحد وآية 13 و 14 قال هذا الكلام علشان يؤكد على نشأته وتربيته لما قال فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية أني كنت أطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أطرابي في جنسي إذ كنت أوفر غيرة في تقليداتي آبائي الأمر الثاني اللي أكد عليه هو غيرته لله هم يحسبون صورتهم ضده هي غيرة لله وللنموس فهو لم يكن أقل غيرة منهم ودليله على كده اضطهاده الشديد حتى الموت للمسيحين أو يقطهم رجال ونساء إلى السجون وأشار في رسائله إلى هذا للطهاد أو هذه الغيرة فاكرين لم قال أنا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهضا ومفتريا تموساوس الأولى 1-13 وقال في فليبي 3-6 من جهة الغيرة مضطهض الكنيسة بعد ما تكلم عن نشأته وتربيته وأنه شخص يهودي تماما ويغار لله وللنموس ابتدى يتكلم عن اختبار تجديده وده اللي قاله في هذا الأصح في أعمال 22 والآيات من 5 إلى 16 قال كده وهو بيتكلم عن اختبار تجديده كما يشهد لي أيضا رئيس الكهنة وجميع المشيخة الذين إذ أخست منهم رسائل للإخوة إلى دمشق ذهبت لآتي بالذين هناك إلى أورشالين مقيدين لكي يعاقبوا فحدث لي وأنا ذاهب ومتقرب إلى دمشق أنه نحو نصف النهار بغتة أبرق حولي من السماء نور عظيم فسقطت على الأرض وسمعت صوتا قائلا لي شاول شاول لماذا تضطهدني فأجبت من أنت يا سيد فقال لي أنا يسوع الذي أنت تضطهده والذين كانوا معي نظروا النور وارتعبوا ولكنهم لم يسمعوا صوت الذي كلمني فقلت ماذا أفعل يا رب فقال لي الرب قم واذهب إلى دمشق وهناك يقال لك عن جميع ما ترتب لك أن تفعل وإذ كنت لو أبصر من أجل بهاء ذلك النور اقتادني بيدي الذين كانوا معي فجئت إلى دمشق ثم إن حناني رجلا تقيا حسب النموس ومشهودا له من جميع اليهود السكان أتى إلي وقف وقال لي أيها الأخي شاول أبصر ففي تلك الساعة نظرت إليه فقال إله آباءنا انتخبك لتعلم ما شئته وتبصر البار وتسمع صوتا من فمه لأنك ستكون لي شاهدا لجميع الناس بما رأيت وسمعت دي المرة التانية أحبائي المرة التانية في سفر الأعمال اللي فيها بيقدم اختبار تجديد بولوس المرة الأولى كانت بفم البشير لوقة وهنا وفي مرة ثالثة في أصرح 26 بفم الرسول بولوس نفسه في البداية بيستشهد برئيس الكاهنة وشيوخ اليهود واللي هم كانوا يعلموا جيدا بالطهاد للمسيحيين وآخر موقف من هذه الاطهادات يوم أعطوه رسائل إلى يهود دمشق علشان يتمكن من القبض على المسيحيين هناك ويأتي بهم إلى أوريشالين ليعاقبوا بالسجن والجلد والقتل وبعدين بدأ يروي ما حدث معه وهو في الطريق إلى دمشق باعتبار أن هذا الحدث هو سر تغييره وتحوله للمسيحية وأصد الحقيقة من البداية إنه ينبر على الأمر بجملته إنه عمل إلهي أبرق حولي من السماء نور عظيم وهناك شخص تكلم معي وقال لي شاول شاول لماذا تضطهدني وأدركت أن هذا الشخص هو يسوع الذين معي نظروا النور لكنهم لم يسمعوا صوت الذي يكلمني وده الحقيقة برضو ناخد بأن لا يتعارض مع اللي ذكروا البشير له قبل كده وقال وأما الرجال المسافرون معه فواقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون أحدا في أصاح تسعة وآية سبعة فالحقيقة إنهم سمعوا صوت لكن لم يميزوا كلمات هذا الصوت ولم يروا أحدا لكنهم رأوا نورا فقط وبعد كده عرض بولوس إلى حنانيا وخدمته واهتم أن يشير إليه باعتباره رجلا طقيا حسب الناموس ومشهودا له من جميع اليهود ده عن حنانيا حنانيا هذا هو اللي أرسلوا الرب للقاء شاول واستخدموا الرب هنا لكي يعيد البصر إلى شاول وكمان علشان يخبره برسالة هامة جدا ودعاه حنانيا للمعمودية وبالطبع عمده لكن الرسالة الهامة تضمنت أكثر من حقيقة الأولى إنه من دعى شاول وانتخبه هو إله الآباء فحنانيا وشاول يهوديان مثل كل اليهود الحاضرين هذا الإله هو الذي انتخبه واختاره لأكثر من غرض قال له لتعلم مشيئته وتبصر البار وتسمع صوتا من فمه هذه الأهداف العظيمة عبر عنها الرسول بولوس في أكثر من موضع بعد كده وهو بيفتخر بهذه الدعوة اللي وصلت إليه بعد كده في أصاح ستة وعشرين وهو بيحكي برضو عن هذا الاختمار قال في آية ستاشر من أصاح ستة وعشرين ولكن قم وقف على رجليك لأني لهذا ظهرت لك لأن تخب خادما وشاهدا بما رأيت وبما سأظهر لك به وبعد كده قال في مكان آخر زي مثلا كرونس الأولى تسعة واحد ألست أنا رسولا ألست حرا أما رأيت يسوع المسيح ربنا ألستم أنتم عملي في الرب وفي كلماته المشهورة عن عشاء الرب في كرونس الأولى حداشر تلاتة وعشرين لأنني تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا إن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذا خبزا وكان بيفتخر بالإنجيل اللي بيبشر ويكرز به وقال عنه في غلطية واحد اتناشر لأني لم أقبله من عند إنسان ولا علمته بل بإعلان يسوع المسيح في كل هذه الإشارات حبائي هو بيتكلم عن هذا الموقف الدرامي العجيب اللي جاي تماما من قبل النعمة الإلهية وهو في الطريق إلى دمشق وبكده هو قدم جزء من دفاعه وهو بيكلم جماعة اليهود في حضور الأمير في ذلك الوقت بعد كده كمل حديثه عن إرساليته إلى الأمم وهو بيتكلم في هذا الدفاع وده موضوع حديثة من مشيط الرب في الأسبوع القادم لكن عايز أقول هنا لكل حد بيسمعني قديه بولوس كان في أقصى اليمين كيهودي متطرف ونقدر نقول بلغة النهاردة إرهابي نقدر نقول بلغة النهاردة داعشي وبعدين تجذبوا النعمة الغنية وتحولوا هذا التحول للعجيب المبارك ويسوع المسيح هو هو أمسا واليوم وإلى الأبد اتشجع لأنه هذه النعمة تستطيع أن تغير أي إنسان مهما كان مهما كان تطرفه ممكن يأتي وتجذبه النعمة الإلهية عشان كده محتاجين نصلي من أجل أناس كثيرين يمكن لشبكة النعمة أن تستضهم وتأتي بهم إلى حظيرة الإيمان الرب يستطيع وهو وحده يستطيع وليس اسم آخر أعطيه بين الناس به ينبغي أن نخلص غير اسم يسوع وماذا لهذا الاسم الفعال المبارك يعمل وسيظل يعمل إلى أن يجيء الرب ثانية ويأخذنا إليه وإلى لقاء جديد في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم أستودعكم لنعمة القدير والرب معكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر